موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم تطبيق تريدز المولود الجديد لشركة متا واللي تمكن من جذب انظار العالم ليه وتصدر عنوين الاخبار العالمية بوصفه المهدد الرئيسي لتطبيق تويتر بيعمل كتطبيق للتدوينات وبيستند لقاعدة بيانات انستجرام مشابه لحد كبير لمنصة تويتر شابه ده دفع منصة تويتر لاتهام شركة متا صفاتها ملكة لتريدز بالاختلاس المنظم والمتعمد والغير قانوني لأسراره التجارية اضافة للتعدي على حقوق الملكية الفكرية الحقيقة انه تطبيق ثريدز متوفر حاليا في اكتر من مئة دولة حول العالم لكنه غير متاح في دول الاتحاد الاوروبي لان شركة متا اجلت عملية اطلاقه هناك لتأكد من توفقه مع التشريعات والقوانين المنظمة للخصوصية ايضا رئيس منصة انستجرام ادم موسيلي وضح اهم المزايا الجديدة القادمة من تطبيق ثريدز وكشف عن اهم المزايا اللي هيتم اطلاقها قريبا من اهم المزايا الاضافية دي القدرة على تعديل المنشورات ايضا تفعيل الهاشتاج التنقل بين عدة حسابات امكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات اللي بيتبعها المستخدمون فقط وتحسين البحث على التطبيق اللفت ايضا ان مطوري التطبيق بيعمله بالفعل على مزايا اخرى زي اقسام الموضوعات الرائجة او الترندات ايضا عمل نسخة من التطبيق تصلح لمتصفح الكمبيوتر وايضا دمج خاصية الصور المتحركة وامكانية الاشارة الى الاشخاص في الصور ومقاطع الفيديو اللي هي التاجينج وخاصية الترجمة داخل التطبيق والمشاركة المباشرة من تطبيق انستجرام وطبعا دي كلها مزايا هنشوفها قريب جدا في التطبيق الجديد رئيس المنصة منصة انستجرام ادام وسيري موضحش خطة زمنية محددة من اجل اطلاق هذه المزايا الا ان شركة متى اطلقت برنامج تجريبي للتطبيق لمستخدمي اندرويد من اجل اتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفرها رسميا للمستخدمي طبعا معظم المزايا والخيارات السابق الاشارة ليها موجودة بالفعل في تطبيق تواتر يعني مش حاجة جديدة لكنها هتبقى حاجة متاحة في التطبيق الجديد المنافس على ما يبدو لشركة تواتر يتزايد عدد مستخدمي تريدز بصورة كبيرة منذ اطلاقه لاعتماده على منصة انستجرام كما يرى مراقبين ان التطبيق هيشكل تهديد حقيقي في تواتر اخيرا شركة تواتر بتنظر في تقديم شكوى قانونية ضد شركة متى بسبب تطبيقها المنافخ تريدز اللي انتشر سريعا وحقق تطبيق تريدز اللي اطلاقته شركة متى انتشر سريع في الساعات الاولى منذ اطلاقه وصل عدد المشتركين الى 70 مليون مشترك في اول 24 ساعة وده طبعا لسهورة انتقال المستخدمين للتطبيق الجديد حتى بنفس اسم المستخدم وتلمة السر لتطبيق انستجرام منافس جديد وتطبيق جديد على السوشيال ميديا في منافسة بين 2 مليارديرات في عالم التكنولوجيا الون ماسك تسلا وتويتر ومارك زوكربيرغ شركة متى بكل برامجها وفي نهاية احنا المستفيدين انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيل وإلى اللقاء